إيش اللي بخلي محمديتنا مميزة؟ أساليب التدريس الحديثة؟ الكادر التعليمي المميز؟ أم الكثير من الأنشطة التفاعلية المتنوعة؟ إحنا عنا كل هات وأكتر بناء الأمم يعتمد على البناء الفكري لأبنائها نحن في المدارس المحمدية نعمد إلى بناء الفكر ومهارات الحياة وهذا يحتاج إلى جهد من حيث الأنشطة من حيث الكادر من حيث المناهج التعليمية والمناهج القيمية هدفنا في المدارس المحمدية أن نقدم النموذج الأمثل الذي يرضي النبي عليه الصلاة والسلام ويكون سببا للفوز في الدنيا والآخر كان بهمني بالدرجة الأولى أنه ابني يكتسب مهارات جديدة بالمدرسة معارف أكاديمية واجتماعية يكون جاهز للمستقبل ويكون عنده المهارة والطموح مشان ينجح بأي شيء وبأي مكان يتفوق يكون مبسوط وواثق من حاله أكثر إشي بميزنا في روضة المحمدية بأننا نتعامل مع الطفل بفردية نظام التعليم الأركان المدسوري بتحلل المعلمة لفرصة بأنها تجلس مع كل طفل لوحده وتشوف قدراته ومعايير النتاجات عنده وبتبدأ من عند النقطة اللي انتهى عندها الطفل التعليمية هو مبسوط للأخير لأطفال حتى من أن يتفوقون الكثير من الأطفال هذا هو المسألة للأطفال موسيقى كنا بنعرف أن المعلم هو البصنع أكبر فارق عند الطالب وأن شخصية الطالب وحصيلة المعرفة العلمية والفكرية هي مجهد المعلم داخل الغرف الصفية لهك نحن بنختار الأفضل للأفضل أحلى إشب المحمدية والكادر التعليميز اللي فيها بتلاقي اللي معلمة قبل ما تكون هدفها أنه تدرس بتكون صاحبة وصديقة لألمك موسيقى أكتر إشي أثر على شخصية ابني التعامل بين الأسادسة والمسات معه خلا يحب المدرسة كل يوم عنده تجربة جديدة برجع بحكيها للبيت متعلق بأسادسته وهذا بأثر إيجابي على تحصيله موسيقى موسيقى بنحاول دايما نكون على اطلاع بمواهب واهتمامات طلابنا لهك بنعملهم مصابقات ضمن هذه الاهتمامات موسيقى أكتر إشي بحبه هي حسة نجليز لأنه نسبت لعننا ونقرأ قصص ومنمثل قصص كمان من المهمة أنه في مدارس المحمدية النظر لكل طالب على أنه فرد يجب رعايته وتوجيهه خلال رحلته التعليمية موسيقى يوسف من النوع الجدا حساس وخجور طاقم التدريسي اللي عندهم كثير تعاطى مع يوسف بإيجابية كسر حاجز الخوف حاجز الخجل وانعكس إيجابيا على مستوى الدراسي اللي هو أصلا عالي حتى صار يشارك بنشاطات كنت أترجى يشارك بأي نشاط بتساوي المدرسة هون صار هو يترجى إننا في مدارس المحمدية نزرع الخير بأخلاقنا ونسعى بشغف لغرس القيم والأخلاق الحميدة في نفوس طلابنا هدفنا جيل محمد إيجابي متبع لسنة وأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليتم مكارم الأخلاق بداية بحب كيف بيركزوا على القيم الأخلاقية المحمدية في المدارس من أول خطبة بالباص بيحكوا أذكار الصباح بيقرأوا قرآن كثير كثير بيحبوا المدرسة لدرجة أنه يعني لما يجمع السبتم يعطلوا ما بيصدقوا متى تريجي لأحد حتى يداوموا كل يوم يسألوا متى إيش اليوم إيش اليوم عشان يرجعوا يداوموا يعني يعني بفضل الله رب العالمين عندي أيهم مع أنه كان داخل كيجي وان وقبل الكيجي وان بمدارس بالزرقة ولكن بالكيجي 2 اختلاف اختلاف جذري جاء بالأول بالسبيلينج بي بالأول بمصابقة القرآن الكريم وحفظ جزء عامة هاي أهم ركزتين بالحياة أن يكون إنسان محصن دين ودنيا أنا من أولياء الأمور اللي كنت أفتش على المدارس اللي بتهتم بجودة ونوعية التعليم كنت عم بركز على نقطتين مهمين أول إشي التحصيل العلمي تانيا شخصية الطالب لقيته بمدارس المحمدية من خلال الكادر التعليمي اللي بيستخدم وسائل تعليمية حديثة عشان يحصل على مستوى تحصيلي يرضيني عن جد بنتي بتحب المدرسة أنا أحب المحمدية لأنه تعلمني أن أجعل ديني ناجل لحياتي في المحمدية بنحب كل طالب يحب يتعلم يجرب إشي جديد وأهم من ذلك كله أن يكون عنده شغف أنا أحب المحمدية سكول